موسيقى الولادة بعد السيزاريان بطريقة عادية هذه حاجة ليست شيء صعيبة أولا تقول أن يفتح المرأة الأولى يجب أن يفتح المرأة هذه الحاجة للمرأة إذا كانت الحكاك ضيقين إذا كانت فتح جوج أو ثلاثة المرات إذا كانت سيدة حبلة قل مستشهور أو لعام بعد السيزاريان إذا كانت سيدة فتحة على الكورر في الوالدة وكانت فتحة رهيفة هذه هي المسائل التي تستطيع المرأة من الأول أن تكون تفتحها مرة لذلك الساعة ولا يجب أن تفتحها بالحق إذا كانت هذه الظروف كانت سيدة سنة عامين أو ثلاثة سنة بعد السيزاريان كانت سيدة فتحة عادية ودرت السيزاريان حتى المرأة الثانية والثالثة لا يوجد شيء عامل عن مهر مفتحات على الوالدة ولا لا يوجد شيء كورا التي تستطيع تمنع الولادة عادية فهذه السيزاريان تستطيع أن نعطيها لحظة أنها تولد عادية ولكن لا يوجد شيء تمشي إلى ميزان داكوشمون أو لا تمشي إلى المراكز التي لا يوجد شيء كورا تولد سيدة في شيء مقر الذي فيه البلوك يعني لماذا تخافه لذلك الفتحة ترتق هذه الفتحة لا يوجد شيء وعرفها سيدة فتحة وتتحاول تولدها عادية وتدل المراجئ وتتقدر ترتق الوعدة وعاد تجيب بلان بلان هذا الشيء من تكون السيدة فتحة وبغير أن نولدها عادية ستكون في المستشفى الذي يكون فيه البلوك وتتقدر في أي ضرف تدوز البلوك وتتولد سيزاريان إلى كن ولا بدخطة السيزاريان